في خطوة غير مسبوقة يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ارسال اطفال روس الى مخيم صيفيا في كوريا الشمالية بعد وعد اطلقه للزعيم كيم جونغ اون خلال زيارته مؤخرا لبيونج يانج وفق ما نقلته صحيفة التليغراف البريطانية غريغوري غوروف رئيس حركة بوتن لمنظمة الشباب الاولى اكد الخطط قائلا سنشكل الان وفدنا الظروف هناك جيدة سيكون الاطفال اول مجموعة روسية تزور معسكرة سونغ دون الذي بناه جد كيم جونغ اون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في عام 1960 وذلك منذ خمس سنوات وصف قادة روس شاركوا في رحلات سابقة المخيم بانه يجمع بين ميزات المنازل العادية وتجارب مشابهة لمنتزه ديزني المائي ولكن مع انقطاعات متكررة في الكهرباء والحرص على ممارسة انشطة ضمن تجمعات بحسب تقرير التليغراف الجداول اليومية صارمة تبدأ بالاستيقاظ المبكر والنشاطات المنظمة في المخيم كتنظيف المنطقة امام تماثيل والد وجد كيم جونغ اون وتمارين رياضية مفروضة ودروسا مقررة من الدولة وحفلات رقص اما الطعام يتكون دائما من الحساء والارز والبطاطا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر